بحث كلام كويتي وليد مربع العز والدلال فغص وخدودة الشاي بفنقش كلمة فغص وفنقش وكذلك واحد دفش بالوفرة مثلا فقش البيضة فقص البيضة وفقشها هذه كلمات كويتية نبحث الهي للاصل انطق الجرس يبدأ الدرس فقسه فقس الرجل وغيره يفقس فقوسا مات وقيل مات فجأة وفقس طائر بيضه فقصا نفسدها وفي حديث الحديبية بالصاد وفقص البيضة أي كسرها وبالسين أيضا إذن يجوز في هذه الكلمة السين والصاد ولها أكثر من معنى معنى فقس أي سحق الشيء كبسه باليد مثل شيء يعني يكون مثل بيضة في شيء من التجويف داخل وكذلك الموت فمنها أصبح التحور فنقش هكذا وبعدها نأتي على كلمة فقص فقص البيضة وكل وكل شيء أجوث يفقصها فقصا وفقصها كسرها وفقسها بالسين يفقصها معنى فضخها أيوة فإذن هي الفضخ نجي الحين الآخر شيء اللي هي فقش عاميتنا ننطقها بالقاف التميمية قاف قال أي وعلى فكرة كذلك كلمة فقعة وهي كذلك تحمل نفس المعنى واللاحظ سبحان الله الرب دائما فأقاف أي كما قولهم فقع عينه طيب مصدر هذا الكلام لسان العرب وترى عن فكرة لما تيجي تبحث كلمة مو كل المعاجم فيها كل الكلمات فلازم تكون عندك أكثر من معجم أنا عندي كل المعاجم المتاحة في الكويت بس أتمنى ألقى المعاجم الغني والمعاجم الرائد حلم حياتي دورت حتى بالإنترنت ما بPDF أبي أمسكها ككتاب والله الكتب فيها أشياء مو موجودة بالإنترنت والله ثم والله حتى لو يصورون PDF تلقى فيه نسخة كبيرة ما نسخة PDF ثقش الرجل البيضى ونحوها فقشا شوف بالشين فضخها وأكسرها ليخرج ما فيها ثقصه بالصاد الرجل البيضى فقصا فقسه كاتبها بالصاد والسين وكذلك بالشين وهذا هو ختام الفيديو المصادر سائر المعاجم التي استفتمتها الآن هي اللسان العرب والمعجم الوجيز عفوا الوسيط الوسيط لا تنسوا الاشتراك وإعجابة 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 ومعجمعاتكم بالترقاء